بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ الآن في آخر جزئية في شابتة الثلاثة اللي هي ضرب المتجهات أخذنا في الفيديو السابق ضرب المتجه في رقم يعني مثلا نقول مثلا كمثال فيكتور بي بعد أن تقلت لك ضرب الياه في رقم فتقول ثلاثة بي فبكل بساطة لو أعطك مثلا فيكتور هذا كمثال بي مثلا ثلاثة آي زايدا خمسة ج وقال لك أضرب لي ياه في رقم ثلاثة بي بكل بساطة تقول لي والله أضرب الرقم هذا في كلش الحدود الداخلة فيه سنفيش تكوين الفيكتور هذا فتقول لي ثلاثة في ثلاثة يعطيني تسعة آي زايدا ثلاثة في خمسة خمسة عشر في اتجاه الجه هذا في الفيديو السابق الآن أنا عندي نوعين برضو ثانيين في المتجهات اللي هما الضرب الاتجاهي والضرب القياسي إذن عندي نوعين الآن سأتكلم عنهم نوع أسمي ضرب قياسي باللغة الإنجليزية سأتكلم عن المتجهات السابق الآن سأتكلم عن المتجهات سأتكلم عن المتجهات سأتكلم عن المتجهات سأتكلم عن المتجهات بالترموذ سأتكلم عن المتجهات سأتكلم عن المتجهة السابق الآن السابق الآن السابق الآن عن طريق الرموز كيف اكتبها هذا فيكتر وليكم فيكتر A مثلا . فيكتر B اما الضربة الاتجاهي يكتب على الشكل التالي A هذا مثلا فيكتر A على متعلكس هذه هذا الفرق بينهم في الكتابة هذا الضرب القياسي وهذا الضربة عن طريقة الدوت في سكيل البرودكت وعن طريقة الكروس في الكروس برودكت طيب القانون تبعهم القانون تبعهم أولا سكيل البرودكت لو قل يجب لي سكيل البرودكت فهذه A.B وهذا يساوي مغنيتيود مغنيتيود A في مغنيتيود B في كوساين أولا سكيل البرودكت لماذا هذه الرموزة مصابة أنا لم أفهمها أول حاجة بالمغنية أولا سكيل البرودكت مغنيتيود A مغنيتيود A إذا أدفت بمقدار أولا سكيل البرودكت المتجاه هذا كقيمة. لو لم أذكر لك هي تحديدها تحت جدر التربيعين. تمام؟ أما الفاي هذه هي الزاوية هي الأنقل هي الزاوية تمام؟ بين المتجهين اللي يعطيني في السؤال بين 2 فيكتور. تمام؟ هذا كله نتكلم عن الضرب القياسي. لسا ما تكلمت عن الضرب الاتجاهي. طيب النقطة الأخيرة ناتج الضرب بما أنه قياسي معناته في النهاية لما نأتي أضرب الفيكتورين. سيطليني رقم. تمام؟ إذن ناتج الضرب القياسي اللي هو السكيلر. الضرب القياسي. ما ينتج؟ يعطيني ينتج سكيلر كوانتيتي. كمية قياسية. تمام؟ في ملاحظة كمان ثانية أفاق تعرفها. اللي هي أنه خاصية التبديل متاحة في الضرب القياسي. لأنها يبيدين رقم. لما أقول لك خمسة مثلا خمسة ضرب ثلاثة. نفسها سيطليني ثلاثة ضرب خمسة. فكما في عملية الضرب العادية. بما أنه الضرب القياسي يعتبر أعطيك رقم يعني في النهاية رقم. أضرب حالي أضرب حالي يعطيني رقم. في النهاية لما أجل أقول لك أنا A.B. يعني ضرب قياسي. هي نفسها تساوي B.A. تمام؟ هذه الخاصية متاحة في عملية الضرب حالي. القياسي ليه التبديل. ليه الكوميوتاتف. لو. نقطة أخيرة. نقطة أخيرة في الضرب القياسي. هذا بقى جدا تعرفها. لما أقول لك I ضرب I.B. يعني ضرب قياسي. يعطيني H. واحد. و J.J. يعطيني واحد. و K.K. يعطيني واحد. تمام؟ النقطة الثانية. إذا اختلفوا في الضربة. مثل نقول لك أضرب لي I في الجا ستقول لي صفر. أو J في الكا يساوي صفر. أو الكا في I. يساوي صفر. إذا في . product أو scale product. متجاهة الوحدة في نفسه يعطيني واحد. I في I يعطيني واحد. أما إذا اختلفوا يعطيني بزيره. تمام؟ cross product سنتحدث عنه لاحقا. سنتحدث عن scale product. الآن سنأخذ نقطة كده مهمة. اللي هي نقطة كمان أخيرة في cross product. سوف نكتبها لك. يكون يكون حاصل الضرب القياسي. مثلا A. dot B. يساوي الصفر. متة. متة. لما تكون إذا كان المتجهين عموديين. يعني كذا هذا عمود على الثاني. بمعنى الزاوية بينهم تسعين. لأنه الكون عندي في قانون cosine صح؟ و cosine التسعين يعطينا بصفر. فإذا كان الزاوية بينهم تسعين. معنى أن كل فيكتور عمودة أخر. فهنا إيش؟ فحاصل ضربة cross product أو dot product يعطيني zero. الآن نأخذ مثال. نأخذ مثال. نأخذ مثال على هذا dot product. طيب. قال لي في المثال. نقرأ المثال. أنا كاتبه هنا. قال لي what is the angle. هذا في صفحة 48. تمام. في مذكرة سنة التحضيرية. قال لي what is the angle between two vector. هذا أعطاني فيكتور A. هذا قيمته. وأعطاني فيكتور B. وهذه أش قيمته. يلا خلينا نكتب المعطيات. أول حاجة. أول شيء يبغى. يبغى الفاي. يبغى الأنجل. أعطاني. أعطاني فيكتور A. على إحداثي X. اللي هو على إحداثي I. ثلاثة I. ناقص أربعة J. وأعطاني فيكتور B. على إحداثي X. أعطاني سالب اثنين. ولا إحداثي Z. أعطاني ثلاثة. لأن عندنا X. تأخذ I. Y. تأخذ يونس فيكتور J. وZ. عندما كان 3D يأخذ K. تمام. المطلوب يبغى الأنجل. يلا خلينا نحل. نقول أنسر. أولا خلينا نكتب القانون. هو قليش. يبغى الأنجل. يبغى الزاوية بين الثو فيكتور هذه. نقول A.B. هذا تطبيق على إحداثي. يساوي. نكتب القانون أن تبع عدد برطل. هو A. مغنيسيوت A. في مغنيسيوت B. في كوسين الفي. في الزاوية. في كوسين الزاوية. الآن أنا أريد أن أجلب A والB. تمام. عشان أجلب الكوسين. أول حاجة. A قلنا هو مغنيسيوت. يقولنا دائما المغنيسيوت يعطينا أن نجيبه عن طريقة الهدرة التربيعي. بكل بساطة نقول. الثلاثة تربيع. زايدا الأربعة. تربيع. يعطيني خمسة بالآلة الحاسبة. أجيب B كمغنيسيوت. عشان أعوض به في القانون. نفس الطريقة. أقول هذه سالب اثنين تربيع. زايدا الثلاثة تربيع. أخذهم و أربعهم. كما تعلمنا في الدروس السابقة. سأضع الجواب تقريبا ثلاثة فاصلة واحد ستين. جبت هذا. جبت هذا. الآن أجيب الضرب بينهما الدت. هذا من الكلام اللي قلت لك على قبل شوية. هذا هو. أي حاجة عكس بأبو الصفر. كيف ستفعله بكل بساطة؟ سأقول لي A.B. يساوي. ثلاثة. أكتبه كما هو. سأقول لي. ثلاثة. I. ناقص أربعة. فنل B. كفكتور. هذا هو. سالب اثنين. I. زايدا ثلاثة. K. خطوة بعدها. يضرب ضرب عادي. هذا مع هذا. الأول مع الأول. الأول مع الثاني. وهنا برضو. الثاني مع الأول. والثاني مع الثاني. ضرب عادي جدا. لكن انتبه. أنا كاتب لك ملاحظة هنا. قلت لك إذا اختلفه في الضرب. بصفر. وإذا تشابه بواحد. أي حاجة. عندما تضرب. I. في I. هذا ينفع. أما I. في K. بزيرو. هنا. J. في I. بزيرو. يعني ما. خلاص. ما حاجة أنك تعب نفسك. في الدوت برودكت. أضرب بس المتشابه. ثلاثة. في سالب. اثنين. يعطينا. سالب. ستة. بس. هذا هو حلك. والباقي زاية صفر. خلاص. جواب سالب ستة. في الدوت برودكت. يعطينا. رقم. لأنه. ضرب. سكيلر. تمام. الآن أعود بكدر. لشيء طلعتها. الآن. A.B. بسالب ستة. أكتب. يساوي. A. كمغنيتود. في B كمغنيتود. طلعته هنا. هذه A. خمسة. وهذه B. اللي هي بثلاثة. فاصلة واحد وستين. في كوساين. الفاية. ما هو يريد. هو يريد. يريد زاوية. فبكل بساطة. أقسم على. المضروب في الكوساين. فأقول كوساين. فاي يساوي. والقيمة اللي مع المجهولة هذه. ضعها في المقام. خمسة. في ثلاثة فاصلة واحد وستين. على سالب ستة. تمام. انت تبغى الفاي. ما تبغى الكوساين. فالآن. الحاسب تضغط. شفت. كوساين. انفس. يساوي. سالب ستة. على نفس المقدار هذا. في خمسة. في ثلاثة فاصلة واحد وستين. الحاسب يطلع لك الزاوية تقريبا. مية وتسعة. وتقريبا تساوي. مية. عشر. إذن. الأنجل. المطلوب الزاوية. بين. التو فيبتر. اللي هو. اي. وبي. يطلع تقريبا. مية. وعشرة. المطلوب الزاوية. وضع كيف تزيد الخطوات اللي جبناها. كيف تجيبها. اي والبي. هذه في تقانون. كما هذا يجيبها بالجدر التربيعي. إذا ما أعطاك قيمهم. إذا أعطاك قيمهم. زي كذا. يعني. حداثيات. اكس واي. فأجيبهم بالجدر التربيعي. الأول تروع زادة. الثاني تربيع. أما. اي دوت ب. تأخذ كل واحد تضربه. تمام. إذا ما قلت لك. قانون. اللي هو. قانون. i.i.j.j. أي شيء في نفسه. يعطيك واحد. وإذا اختلفه. بزير. واضح المثال في. product. طيب. الآن. نروح لل. vector product. من اسمه. يعني. لازم. لما أضرب. vector. by vector. عن طريق. الكروس. يعطيني. متجه آخر. يعطيني. another vector. هذا. لازم. لو مقداره اتجاه. نحن زي ما عرفنا. المنتجهات لا. direction. magnitude. إذن. الآن. نعطي للجزئية. اللي هي. الثانية. اللي هي. vector product. vector. product. من اسمه. vector. product. أو مرة. سسمه. cross. cross. لأنه هذا. يسمى. cross. product. طيب. أنا لا أعرف لماذا. هذا يتحرك كثير. طيب. الآن. أول حاجة. دعنا نكتب. باش. القانون تبعنا. cross. B. هذا رمز. product. تمام. علامة الكس هذه. وقانونه يكون كالتالي. magnitude. magnitude. A. cross. B. ويساوي. A. ضرب. B. في. sin. phi. ها. تلاحظ. هناك. في الدوت. عندنا. cos. وفي هنا. في. في الكروس. عندنا. sin. نفس الشعر. A. هذه. magnitude. إما يعطيك. إياها جاهزة. في السؤال. أو. إنك تجيبها. عن طريق الجدر التربيعي. تمام. ال. B. برضو magnitude. نتكلم على هذه الأفطرة في الأمين. magnitude. إما يعطيك. إياها جاهزة. أو تجيبها. عن طريق الجدر التربيعي. أما. phi. نفس الكلام. قلنا. هذه الأنجل. تمام. بين. two vector. between. two vector. تمام. النقطة اللغاء تركز عليها. قلنا. بما أنه. vector product. ف. ناتج. الضرب. الاتجاهي. ل. ل. two vector. ينتج. متجه جديد. ينتج. vector. يعني ينتج. متجه آخر. تمام. اتجاهه. 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 يكون. عمودي. بير. بين. دي. كلا. كذا اسمه بالانجليزي. يعني. عمودي. على. مثلا. المتجه. A. two vector. و. B. واضح. طيب. بما أنه. بما أنه. اللي بنتج. اللي بنتج. من. الضرب. الاتجاهي. فلازم يكون له. دايريكشن. هذا الاتجاه. الاتجاه. كيف نعرفه. نكتبها. The direction. اتجاه. اتجاه. ال. 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 فيكتور. الناتج. يعني. الاتجاه. يمكن. معرفته. عن طريق استخدام. right. hand. rule. قاعدة. اليد. اليمنى. قاعدة اليدة اليمنى. كيف نستخدمها. الآن. أعطيك مثال. لو جيت. أنا برسمتلك. مثلا. هذا الفيكتور. مثلا. هذا الفيكتور A. هذا الفيكتور B. شوف الكلام. لو قلتلك. جيب لي. كروس B. أبغى دارك. انتبعه. شوف كيف استخدمها. طبق معنا. العلاقة جدا سهلة. قاعدة اليمنى. تعال. تعال. في نص. نص. التوفيكتور هؤلاء. شايفهم كده هو. حط يدك هنا. بعدين. انت تبغى. ايش ضرب ايش. ايش. شوف اي. كروس B. انت في الرايح. رايح للبي صح. من تقران. اي كروس بي. أصابيعك. أصابيعك هذه الأربعة. تروح في اتجاه الثاني. في اتجاه الاش. المنطوق الثاني. المنطوق الثاني. هو بي صح. فيروح كده. بعدين. شوف الابهام. وين رايح الابهام. تمام رايح الأعلى. عيدها. شوف كده. الآن. هذا الدفتر. انا رسمت. التوفيكتور هاي. لو ابغى الديريكسين. اعرف في اي اتجاه بروح. تمام. اجي. احط اصابيعي هنا كده. في النص. بعدين. هو يقل اي كروس بي. يعني. من هنا رايحة لهين. فالوف اصابيعي كده. بعدين. تمام. شايف الابهام. رايحة لأعلى. اذا. الاتجاه. كروس. اي. تمام. بنفس الطريقة. الآن. قال لي بي كروس اي. فلازم الاصابيع عالي تروح للمنطوق الاخير. المنطوق الاخير اي. هل هينفع كده. لا. فاسوي كده. لكن صعب. فانا ايش اسوي. اقلب يدي شوفها. شايف يدي. اقلبها كده. شايف. اقلبها. اقلبها. بكل بساطة. اقلبها كده. الآن. هو قال لي بي. شوفها بي. لاحظ بي. كروس اي. رايح ال اي. الابهام من رايح. شوفها. نازل الاسفرقين. اوضحها. بشكل افضل. عشاناش. تفهم الصورة. الآن. شوف. شوف. شوف كده. هذا. هنا. لو قال لي اي كروس بي. احط. اصابيعي في النص كده. اي كروس بي. من اي. اروح لي بي. الابهام رايح لي اعلى. اذا اتجاه. الفكتور الجيدة. نازل من الضربة الاول. رحلة على. طيب. بي كروس اي. ما اقدر اصوي كده. صعب. بفيه اتعب. فيش اتسوي شوفها. الف. الف اصابيعي كده. شوفها. طيب. الآن. انا دخلت اصابيع كده هنا. في النص. هو قال لي. بي. كروس اي. بي. كروس اي. يعني. رايح على اصابيع رايحة كده. تمام. رايحة كده. والابهامر داخل وين. الاسفل. ان شاء الله واضحة فيه. كمان في فيديوهات. موجودة كثيرة تشرح قائعة تلدل منها. تمام. اتجاه كيف تحديد اتجاه الفيكتور. الناس من الضرب الاتجاهي. طيب. اه. تعال ناخد كده مثالين. على الفيكتور برودكت. بعد كده نختم. هذا الشابتر. طيب. اكزامبل. تمام. هذا اكزامبل خارجي. قال اذا كان الفيكتور اي. عبارة عن اربعة اي زالين ستة جي ناقص كي. والبي يساوي كده. اوجد لي اي كروس بي. طيب. اول حاجة. دعيني اتجاه المعطيات. قال لي اي. خلاص جاهزة هنا. ما يحتاج. هذه المعطيات. ايش اسوي. فيه طريقة سهلة ان يستخدمي المحددات. كيف اسويها. الان ارجي. انا عندي. 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 ثلاثة. ثلاثة اي. وجي. اوكي. شوف مرة سهلة. اقول لي ساوي. اكتب محددة. واكتب هنا فوق اي. الحروف الثلاثة عروفة جي. اوكي. بعدين موجب. سالب. موجب. دائما زكري. حلوين. انا اجي اكتب. اه اربعة. اكتب هنا في كل صف. الاحداثيات التابعة. اربعة. سيتة. ناقص واحد. هنا اربعة. معامل اي. والجي بكم. ستة. اهو عبت بستة. وهنا كي سالب. يعني معناتها سالب. ايش. واكتب معاملاتهم. نفس الشي في ايش. في الفيكتور الثاني. اثنين على الاي. وسالب ثلاثة على الجي. وسالب اربعة على الكي. سالب ثلاثة. سالب ثلاثة. سالب أربعة. الخطوة ولا بعدها. ايش يسوي. تمام. احدف صف مع عمود. خلينا بس اوضح. هنا اي. هنا اي. وهنا ناقص. بعدين. زايدا. لا. هنا ناقص. سوف تاخذ الإشارات هذه. هنا ناقص. ج. وهنا زايد. ك. بينهم ناقص. بين كل قوس وقوس. خلط اللي بعدها. كيف تحل. بكل بساطة. اول حد انت بغى تجيب الاي صح. تعال في الاي هنا. احدف الصف. مع العمود. غطي عليهم كده. بعدين اضرب ضرب قطري. اضرب ذا مع ذا. وذا مع ذا. يلا. ستة في سالب اربعة. كم يعطيني؟ سالب اربعة عشرين. الناقص. اخلي زي ما في القانون. تمام. اضرب ذا في ذا. سالب واحد. في سالب اربعة. يعطيني كم؟ موجب ثلاثة. تعال في الثانية في الجي. بنفس الطريقة. انت في الجي. تعال عند الجي هنا. احدف الصف. مع العمود تبعه. اضرب ضرب قطري. اضرب اربعة في سالب اربعة. يعطيك كم؟ فيك سالب ستة عشر. بعدين. اثنين في سالب واحد. يعطيك كم؟ سالب اثنين. تعال عند الكيه. غطي الكيه الصف والعمود اللي عنده. اضرب ضرب قطري. اضرب اربعة في سالب واحد. يعطيك سالب اثناش. بعدين نفس الطريقة اهو. اثنين في ستة كم يعطيك؟ اثناش. الآن نبسط خلاص. كل بساطة. سالب بارب وعشرين. ناقص لا تعطيك كم؟ سالب سبع وعشرين. هنا ببرة في الجي فأطلع. كم؟ سالب سبع وعشرين. في اتجاه. اي. بعدين. سالب ستة عشرين. هنا عندك سالب. نضرب مع سالب. يعطيك ايش. موجب اثنين. صح؟ صح ولا مو صح؟ اه. فينا هنا الجي. خلينا بس نرجع نتأكد الجي. اربعة فيها سالب اربعة ستة عشر. اي و اثنين. طيب خلاص. اضرب ضرب عادي جدا. نجمع سالب ستة عشرين. وزارة يعطيك سالب اربعة عشر. سالب مع السالب اللي بره. هنا يعطيك ايش. موجب ايش. اربعة عشر. جي. واضح؟ اخر شي خلاص هنا سالب اثن عشر. سالب اثن عشر. سالب اثن عشر. سالب اثن عشر. سالب في موجب اثنك ايش. هنا سالب. اربعة وعشرين. في اتجاه ايش. ازدد لهو اكي. بس هذا بخسر عملية الضرب. ضرب جدا عادي. تعالنا اخذ مثال. مثال اخير. نختم به. اه. هذا الدرس. مثال. هذا المثال موجود في سلايدزا. كلية العلومة التطبيقية. مو مشكلة. نقرأ السؤال. نقال لي. سرتين فكتور. فكتور محدد. تمام. اي فكتور. موجود على محور اكس واي بلين. احداث اكس واي. واتجاهه 250 درجة. كاونتر كلو كويس. حكس اتجاه قارب الساعة. يعني كده. فرم ذا بوجتي في اكس اكس. يعني من اتجاه. يمشي من بدأ من اتجاه اكس الموجود. اند هذا ماغنيتيوت 7.4. اعطاق ماغنيتيوت وجاه 7.4. والفكتور الثاني بي. له ماغنيتيوت مقداره خمسة واحدات. واتجاهه براليل موازي لمحور زد اكسس. المطلوب فقر اي. اي دوت بي. المطلوب فقر اي. اي كروس بي. طيب. شوف نرسم الرسمة شرحتها. اول حاجة. هذه احداث اكس. هذه احداث واي. هذه احداث زد. بعدها قل لي. فيكتور اي. اتجاه 250 عكس عقارب الساعة. يعني انت الان لو تجي تشوف هنا كده. لو كده عكست الورقة. هذا محور اكس. هذا واي هذا زد. يعني كده تبدأ انت. عكس عقارب الساعة. مشي من هنا كده. شوف. صفر. تسعين. هنا كده. مية وثمانين. وهذا ميتان وسبعين. مشي كم قل لك. ميتان وخمسين. يعني هنا تقريبا. هذا فيكتور اي. اللي بالاخضر. ميتان. كم؟ خمسين. هنا. هذا فيكتور اي. بعدها نكمل السؤال. ما قال لك؟ قال لك. هذا مقداره يعني 7.4. بعدها فيكتور بي. مقداره خمسة وحدات. واتجاوب براليل مع محور الزل. ما يعني براليل براليل مع موازي. الموازي يعني مثلا لو انا عندي خط زي كده. هذا مثلا سميه خط اي. وقلت لك بي موازي لي. يعني نفس في نفس الاتجاه. ما يتقاطع أبدا. اذا. انا عندي هذا محور ثل محور واي. وهذا زيد. هنا فيكتور بي. هذا فيكتور بي لبلازر. تمام. موازي يعني ايش. ما اش في نفس الاتجاه محور زيد. منطبق عليه. المطلوب اي دوت بي. و اي كروس بي. طبعا اول حاجة قلنا في اي دوت بي. اعطينا كمية قياسية مهتم في الاتجاه. ضرب عادي جدا. طيب. الجواب فقراء اي دوت بي. نعرف كيف قاون اي دوت بي. يعطينا اي. بقني توت بي. تمام. في كوسين الزاوية اللي بينهم. طيب. اش تلاحظ اول حاجة. تلاحظ ان اصلا. برضو هنا الزاوية. شوف. بين الفكتور اي اللي بالاخضر. والفكتور بي. تسعين. صح. لانه هذه ثلاثة ابعادة. تلاحظ ان انتم مديت من هنا كده ومديت من هنا. تلاحظ ان هذه الزاوية كده رايحة. الزاوية هنا في بينهم تسعين درجة. تمام. لانه هذا كده عمودي. تمام. وهذا كده ماشي. فالزاوية بين زد اللي هو طالع كده على خارج الصفحة. والفكتور اي. بينهم تسعين درجة. فحتقول لي. اي يعطاك اياك مغنيتود كم؟ سبعة بوينت أربعة في السؤال. وبي يعطاك اياك مغنيتود جاهز. خمسة. كوسين كم؟ كوسين التسعين. لانه بينهم هو انا قلت لك هذا كده محور زد. هذا محور اش؟ واي. فبين كل احداثي واحداثي عندك في الثلاثة ابعاد. تسعين درجة. مفترض يعني. تمام. فكوسين التسعين. تمام. ايش اطلع بايش؟ بصفر. اطلع ايش؟ بصفر. لانه كوسين التسعين بزيرو. فخلاص كل ايش. الضرب القياسي عندك نتج عنه بزيرو. تعال الآن في الضرب. الاتجاهي. اي كروس بي. اي كروس بي. قانونه. ا. في بي. في سين الثيتا. مغنيتودة ا. في مغنيتودة بي. في سين الزاوية بينهم. تعال. الاي معطيك اياك مغنيتودة 7.4 جاهز. والبي. كم؟ خمسة. في سين. برضو تسعين. لانه الزاوية بينهم تسعين. هطلع الجواب سبعة و ثلاثين. لانه سين تسعين بواحد. بس اضرب هذه في هذه. تمام. جبت انا الآن جبت هذا الجزء. جبت ايش؟ المغنيتود. طيب دام ضربة اتجاه لازم اجيب لها الداريكشن له. الداريكشن اجيبه عن طريق ايش؟ المحددات. طبعا او باحدد الاتجاه هو عن طريق ايش اليومنا. ا. كروس بي صح؟ شوف انت هنا تعال حط يدك هنا. قل لي اي كروس بي. ما ينفع كده فلازم تعكس كده شوفوه. ايه هنا شوفوه. ايه هنا شوفوه. ايه رايح البي. تمام. تمام. واصباعي اللي بهام شوفوه ابهامي شوف ابهامي الآن هنا من هنا. مدر كيف اوضيحها بالهذا. صعب كده اوضيحها بالفيديو. تمام. ركز معايا شوية شوفوه. خلينا اوضيحها هنا بشكل افضل. يعني هنا مثلا هذا ايه هذا بي. هذا ايه وهذا. هو قل لي ايه كروس بي. تمام. تمام. بسيطا اصلبها هنا م by Vai. خلينا على حدودك فلزم تعكس شوف اصابيعك كدة بنا. تمام. لازم تعكس. IF Figure out بي اصابيع كدة. تمام. فولا لو كانتعكس كدة. كما تجلب د wired B. ايه كروس بي. لازم تعكس. اصابيعك كدة. اصابيع كدة. لماذا تعكس كده؟ تجلب cam Can a, ray X. يروي ان يكون لها لو كان ايه بي يا H-B خليمteilت. ففي عندك في الرسمة هنا ثلاثة أبعاد فهذا اتجاه اي كرس بي طب بقى اجيب اجيبه كاش في اي اتجاه يعني كارقام بكل بساطة اول حاجة ابتوب المحددة عندي هذه هي صح اي كرس بي اي جي كي طب كيف اجيب هذه هذه مو اي اكس ام في المحددة هذه هذه مو اي اكس هذه اي وهذه اي زت وهذه بي اكس وهذه بي واي بي زت صح ولم نصح كيف اجيبه بالطريقة العادية اللي اخدناها اول اي اكس يضعين اي كوساين اول حاجة انا قل لي الفكتور اي ماشي مع محور اكسر موجب يعني ماشي كده فطبيعي هاخد قيمة الاي اكس ل 7.5 في كوساين الزاوية تمام كوساين الزاوية اللي معطيني اياها كم شوفوه هو الشي كم سبعة ونص كوساين كم ميتين وخمسين الزاوية اللي معطية في السؤال هذا الاي اكس الاي واي نفس الشي سبعة ونص كقيمة الاي مضروبة في ايش في ساين الزاوية ميتين وخمسين اطلع سالب ايش سالب سبعة تمام طيب باقي ايش ازد هل انا عندي حاجة من فيكتور اي على زد ما في شي فبزيره تمام الآن اجيب ايش بي اكس وبي واي وبي زد تعال شوفو هنا فيكتور بي منطبق على محور زد صح بمعنى اخر لا يوجد اي 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 حاجة المحور يكس ولا يوجد اي حاجة على الي محور وي بالنسبة للفيكتور يعانى ككمبونت لمحور وي بي زد أخذه كقيمة لانه منطبق على كمثال لو انا عندي مثلا تو اكسس وقال لي مثلا عندي فيكتور مثلا بي كالكمبونت تبعه منطبق على مثلا محور اكس. فلو ما قلت لك جيب لي بي اكس وبي واي هتقول لي بي اكس مثلا قيمة مثلا هنا لو كان خمسة هتقول لي بي اكس بخمسة والكمبونت على الواي بزيره لانه ما فيش حاجة على الواي. نفس الشي هنا الزد قال لي منطبق على محور زد البي. ما في حاجة على اكس ما في حاجة على اكس فهما زيره زيره بيقع عند البي زد بخمسة. اخذ كل هذه اكس يالب 2.5 اي واي بالطريقة اللي بسالب 7 والاي زد بزيره. كربتهم هنا. تمام. هنا صفر صفر خمسة. بنفس الطريقة اللي تعلمتها في المثال السابق. هنا ناقص. هنا موجب سالب موجب. هنا ناقص. هنا اش ناقص على الكه. يلا. تعال نشوف. اغطل هذا الصف مع العمود. تمام. واضرب. سالب سبعة في خمسة. يعطيني كم. سالب خمسة وثلاثين. شوفوا. اغطل الصف مع العمود. اضرب سالب سبعة في خمسة ناقص صفر. فيطلع سالب خمسة وثلاثين في جاي سالب خمسة وثلاثين. بعدين. لو ابقى الجاي هنا. نفس الشي. هنا بينهم ناقص. اغطي الصف. مع العمود. واضرب ضرب قطري. سالب واضح الفكرة في السؤال. ترجمة نانسي قنقر.